الأكوال انتصالت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من أخبار الأشجار مع نبي الله المختار تكررت قصة استجابة الأشجار له فمرة لقيه ركانة وركانة هذا كان من الرجال الأشداء كان إذا صارعه عشرة من الرجال يصرعهم فلقيه صلى الله عليه وآله وسلم مرة فقال له يا محمد تصارعني إذا صرعتني أتبعك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصارعك فجاء يصارع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا قويا جدا فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فأرماه على ظهره تعجب ركانة من هذا فقال لا لربما أخذتني على غرة نعود مرة أخرى فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصارعه فصرعه فقال ثالثة فقام فصرعه مرة ثالثة قال له تؤمن قال لا حتى تريني آية قال له ترى تلك الشجرة لو أنني دعوتها أتؤمن قال نعم فقال يا شجرة تعالي إلى هنا بأمر الله فإذا هذه الشجرة خلعت من جذورها فجاءت تمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة أخرى حصلت مثلها مع بدوي أعرابي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الفلاة ومرة ثالثة يحكي لنا سيدنا جابر وابن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في فلاة فأراد النبي أن يقضي حاجته فدعت الشجرة كانت صغيرة لا يستطيع أن يستتر وراءها وكان النبي صلى الله عليه وسلم حي لا يحب أن ينكشف شيء من عورته أمام الناس وإذا أراد أن يقضي حاجته يبعد كثيرا يعني يبعد كثير عن الناس فلما كان كذلك كانت هذه الشجرة لا تكفي لستره وهناك شجرة أخرى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد هذه الشجرة فانخلعت ثم جاء بها إلى عند الأخرى وفي رواية أخرى أنه قال للصحابي اذهب فادع ليها تلك الشجرة فجاء الرجل وقال للشجرة رسول الله يدعوك يقول الصحابي فمالت الشجرة يمينا فانخلعت جذورها ثم مالت يسارا فخلعت جذورها وأماما وقلفا فانخلعت جذورها فجاءت تمشي تخط في الأرض خطا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قضى حاجته رجعت وفي رواية لما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم انحنت له كأنما تسجد له وهكذا تعجب الصحابي من فعل هذه الشجرة وروايات كثيرة التي جاءت في حركة الشجر له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه القصة هي نعم خارقة للعادة وهي معجزة من الله لنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن كما تعودنا نأخذ منها العبر والدروس والرسائل التي تخصنا نحن في علاقتنا بحبيبنا عليه الصلاة والسلام فأولا التنويه الأول أن هذه الشجرة لما أنه دعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تتأخر فاستجابت له استجابة تامة وأقبلت عليه خادمة له عليه الصلاة والسلام ليستتر من ورائها والاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أمر واجب علينا والرسالة التي نتصورها من هذه الشجرة أو هذه الأشجار أن تخاطبنا فتقول لنا يا معشر من آمن بهذا النبي إني وأنا شجرة ثابتة جذوري ضاربة في الأرض لما أن دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أطق إلا أن أخلع جذوري من الأرض ونحن نعلم أن الشجرة إذا انخلعت جذورها من الأرض ربما تموت ولكنها انخلعت من الأرض لتأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفتة ذوقية جميلة في هذا وهو أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لنا تحتاج منا أن ننخلع عن عاداتنا وعن طبيعتنا السيئة وعن شهواتنا وعن التفاتاتنا والتي هي أمراض متشبثة بقلوبنا وبنفوسنا تجعلنا متشبثين بهذه الدنيا بل ربما بالدنايا والشهوات والأشياء السيئة فمن جاءته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تريد أن تخرجه من الحياة البهيمية الإنسانية الطبيعية التي لا يختلف الإنسان فيها عن الحيوانات ولا يختلف فيها عن الكفار إلى حياة روحية أعلى وأرقى باستجابته لهذا النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك إذا أردنا أن نستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نتحمل خلع هذه الجذور ما الذي يعيننا على أن نحتمل أن ننخلع من ما نحن متشبثون به من شهواتنا إنه الحب والعشق والشوق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الذي جعل الصحابي يجوع ويضمأ ويتعب ويخرج للجهاد وغير ذلك ويأتيه المرض والألم مثل بلال فيقال له فتلتم زوجته أمامه وتقول وا كرباه فيقول ليس علي كرب ويقول بل قولي وا طرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه فهذا صار يعشق الألم ويعشق الموت لأنه سيؤديه إلى لقاء حبيبه هذا قليل مما نتعلمه من هذه الشجرة التي استجابت لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله أن يكرمنا بحقيقة الاستجابة والإجابة لدعوته فنقيم صلوات كما أمر ونؤدي الزكوات كما أمر ونقوم بالفرائذ كلها كما أمر ونجتمن بجميع النواهي كما نهى وزجر حتى ولو كانت مؤلمة ومتعبة ومقلقة لنا فإن النتيجة نتيجة عظيمة وهي أن تصافح كف النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعانى على ذلك لأن هذه الشجرة لأن النبي دعاها فنور دعوته وقوة نور دعوته هي التي بعثت فيها قوة الحياة لتستجيب فنحن إذا سمعنا خطاب رسول الله ينبغي أن نفتح له صدورنا ونعلم أن خطابه هو ذات النور الذي سيجدبنا من دنيويتنا إلى روحانيتنا العالية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمات في أعلى الدرجات جذع حنى وسلم